إلى ذلك تلقى رئيس الجمهورية رسالة تهنئة من رئيسة الاتحاد السويسري السيدة فيولا أمهيرد بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة تحرير المباركة عبرت له فيها باسم المجلس الاتحادي وباسم الشعب السويسري عن أصدق التمديات ومزيدا من التقدم والرخاء للجزائر كما أكدت رئيسة الاتحاد السويسري لسيد رئيس الجمهورية استعدادها للعمل معا من أجل تطوير العلاقات التاريخية وتكثيف التعاون الاقتصادي في كافة المجالات بما يخدم المصلحة العليا للشعبين الجزائري والسويسري